موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين في حصادنا الإسلامي ونستهله بأبرز العنوين وفاة أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال القرداغي شارلي إبدو فضحت أخلاق وعلمانية فرنسا بسبب تصريحاتها عن الإسلام ترامب يدعو لطرد صحفية أمريكية موسيقى أهلا بكم اعتدت قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال على أسر فلسطينيين في سجن عفر قرب رمالة عقب استنفار كبير منهم إثر الإعلان عن وفاة الأسير دوت طلعت الخطيب بجلطة قلبية واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن وفاة الخطيب داخل سجنه يعتبر جريمة سببها الإهمار الطبي وحملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة كافة الأسرة وخاصة المضربين عن الطعام وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ودعت الفصائل المؤسسات الحقوقية والمنظمة المعنية بالأسرة إلى الوقوف أمام مسؤولياتها ووضع حد لهذه الانتهاكات قررت سلطات الاحتلال عدم تسليم جثمين جميع المسلقين الفلسطينيين لذويهم سعيا منهم لمنع الهجمات في خطوة نددت بها مجموعات حقوقية واعتبرتها وحشية وقبل القرار الذي صدقت عليه الحكومة الأمنية كان الاحتلال يحتفظ فقط بجثث شهداء حركة حماس والإجراءات الجديدة تعني أن الاحتلال لن يعيد جثثا أي من الفلسطينيين الذين يقتلون نتيجة هجوم على أي صهيوني ورحب وزير الدفاع الاحتلال بني جانتس بقرار الحكومة معتبرا أنه يأتي في إطار إجراءات ردع أوسع نطاقا حسب وصفه دعا عدد من آئمة المساجد للخروج في مظاهرات في السودان بعد صلاة الجمعة في كافة مساجد البلاد وذلك للتنديد بتغيير قوانين الخمور والدعارة والردة ويجدر بالذكر أن المظاهرات انطلقت منذ ما يزيد عن شهر وجهتها حكومة قحط باتخاذ تدابير قاسية وصلت حد الاعتقال واطلاق الغاز المسيد للدموع تجاه المتظاهرين فضلا عن إغلاق الطرق والجسور بالعاصمة الخرطوم قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إهها مساعدات غذائية ونموسية للأسر المتضررة من السيول في العاصمة السودانية الخرطوم وقال مسؤول الهيئة في السودان بلال بهجي إن المساعدات الغذائية التركية تم توزيعها في حي الكلاكلة القبة وجنوبي الخرطوم التي تضررت فيها مئات المنازل من السيول الأخيرة ووضح بهجي أن الهيئة وزعت مساعدات غذائية على 85 أسرة متضررة من السيول في المنطقة كما وزعت نموسيات على الأسر لتفادي انتقال مرض الملاريا قال طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار وإنجاحه يقتضي أن تصبح مدينتي سرت والجفرة الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر من زوعتين السلاح وشدد السني في كلمة له أمام مجلس الأمن على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما ومن جميع مناطق ليبيا ووضح أن الغاية الأساسية من وقف إطلاق النار هو استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي بما يتضمن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية فورا وفرض سياسة حكومة الوفاق الشرعية عليهم أدان المجتمع الإسلامي في جنوب إفريقيا منع سلطات البلاد رفع الأدان عبر مكبرات الصوت في المساجد وجاء قرار منع رفع الأدان بمكبرات الصوت بعد شكوى تقدم بها المحامي سيدويل منقداي إلى المحكمة العليا في مدينة نتالا حيث أمرت المحكمة في جنوب إفريقيا مسجدا محليا بوقف استخدام مكبر الصوت خلال الأدان بعد شكوى من أحد الجيران وفق ما ذكرت هيئة دينية وأمر الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضي مدرسة تعليم الدين الإسلامي في مقاطعة كوازولو نتال الساحلية الجنوبية الشرقية بتخفيف صوت الصلاة باعتبارها صاخبة جدا أعرب رئيس شؤون الدينية التركي علي أربش عن إدانته الشديدة لإعادة صحيفة شرر إبدو الفرنسية نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال أربش في تغريدة عبر تويتر إن قرار الصحيفة الفرنسية إعادة نشر الرسوم يعتبر مؤشرا على موقفها العدائي مضيفا أن نشر الصحيفة رسوما كاريكاتورية تجرح مشاعر المسلمين وتؤدي لإهانة مقدساتهم وتحرض على زيادة الحقد والكرهية ويعتبر بمثابة ضربة حقيقية ضد السلام الاجتماعي وفي سيق متصل اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرداغي أن إعادة نشر مجلة فرنسية ساخرة للرسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو فتح لأخلاق مجتمعها وقال القرداغي في تغريدة نشرها عبر حسابه في فيسبوك إن مجلة شارلي إبدو تعتزم إعادة فتح أخلاق مجتمعها والشرح العلمانية والشرعة حقوق الإنسان والحرية التي تؤمن بها وأكد على عدم مقابلة الجهل بالجهل وأن هذه المجلة ومن يديرها لن يبلغ الغبار الذي كان يلامسنا على رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك علق مرصد الأزهر في مصر على إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطر في بيانا له إنه يستنكر وبشدة ما قامت به مجلة شارلي إبدو الفرنسية محذرا من أن الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر العدائية بين أتباع الأديان وأضاف أن إعادة نشر الرسوم يعد استفزازا غير مبرر لمشاعر المسلمين حول العالم أعلن إمام ميلانو ورئيس الجالية الإسلامية الإيطالية يحيى بلافتشيني رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت به مجلة شارلي إبدو وقال بلافتشيني أن قرار شارلي إبدو بإعادة نشر الرسوم الكريكتورية المسيئة أكد على عدم حساسيتهم وبحثهم الضيق عن الشهرة القائمة على الاستفزاز والسخرية بدون ذكاء وأضح الإمام مشيرا مرة أخرى إنهم يريدون لفت الانتباه لأنهم يفتقرون إلى الذكاء وليسوا حساسين للغاية بحثهم يركز على إثارة ضجة نعلامية غير لائقة قائمة على الاستفزاز أعلن زعيم حزب الخط المتشدد الدين المرقي اليميني المتطرف راسموس بردون تقدمه الطالبا للحصول على الجنسية السويدية ليتمكن من حرق القرآن الكريم في ستوك هولم بتاريخ الثاني من سبتمبر أيلول الحالي وصرح بردون المحظور بالدخول إلى السويد لمدة عامين بأنه في حال لم تتم الموافقة على منحه الجنسية السويدية خلال هذه الفترة فسيذهب أصدقائه إلى ستوك هولم ويحرقون القرآن وكان قد أقدم أسبوع الفائد ثلاثة نشطين من حزب الخط المتشدد على أحراق نسخة من القرآن في مدينة مالمو السويدية وفي السويد حيث أشاد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في بيان له بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السويدية لمنع تفاقم هذا الأمر ووضح المجلس أن ذلك يؤكد على قوة التعايش الديني في السويد التي تعتبر في مصافي الدول المتقدمة حضريا وعلميا ومدنيا ودينيا وثقافيا وهذا ما يعكسه الشعب السويدي كنموذج راقل لشعب متحضر يتسامى على تلك التصرفات ودعا المجلس المجتمع المسلم في السويد إلى التعامل بحكمة وهدوء مع هذه الأفعال العنصرية الاستفزازية مؤكدا أن ذلك يجعلهم نموذجا لترسيخ قيم السلم وتسامح والانتماء لوطنهم وبالتالي مواجهة الخطر في الفكر الديني المتطرف من خلال التحلي بأخلاق الإسلام أثارت تعليقات للصحفية الأمريكية جوي رايد مقدمة برامج قناة MSNBC الجدل بمقارنتها بين الرئيس الأمريكي نونالد ترامب وقادة العالم الإسلامي واتهمها لهم بالتطرف وأقل جوي رايد في برنامجها يوم الثلاثاء عندما يلقي قادة العالم الإسلامي مثلا خطابات عنف ويحرضون أنصارهم على أعمال العنف نحن نصف ذلك بأنه ترويج للتطرف وخاصة وسط الشباب وواجهت الصحفية موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي انضم إليها الرئيس دونالد ترامب شخصيا حيث أعاد نشر أحد التقارير للصحفية تضمن تصريحات رايد على تويتر ودعا لطردها من العمل متهما إياها بكرهية الغرباء والعنصرية نشر نجل الدكتور سلمان العودة في حسابه على تويتر مقاطع فيديو له مع والده وذلك مع اختراب مرور ثلاث سنوات على اعتقاله وغرض عبدالله العودة عبر حسابه في تويتر قائلا ثلاث سنوات كاملة في سجنه الانفرادي واعتقاله التعسفي على خلفية تغريدة دعا الله فيها لتأليف القلوب وتابع قائلا أعرضوه للأذى والضغط وبدأوا بمحاكمة سرية مشبوهة ومنعوا كل العائلة من السفر وفتشوا البيت تعسفيا ثم نسمع خبر إعادته للتحقيق ووضح عبدالله أن والده يواجه سبعة وثلاثين تهمة بينها الإفساد في الأرض بتأليب المجتمع ودعوته لتغيير في الحكومة السعودية إضافة للانضمام لاتحادات وجمعيات عالمية وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة في ختام حصادنا للإسلامي عودة لأبرز العنوين وفاة أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال القرداغي شارلي إبدو فضحت أخلاق وعلمانية فرنسا بسبب تصريحاتها عن الإسلام ترامب يدعو لطرد صحفية أمريكية للمزيد دوما تابعونا عبر منصتنا في فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث المباشر للقناة عبر اليوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة